اللهم اهدنا سواء السبيل حكم حضور الأعراس المختلطة مع وجود الأغاني والرقص اعتقد أن صيغة السؤال تضع على فامي الجواب الأعراس مختلطة وفيها الغناء وفيها الرقص ماذا تنتظر مني أن أقول أقول لك أضخر من ماء السماء أشهى من اللبن وأحلى من العسل بالقاطع لا طبعا لا يبغي أن تحضرها إلا لإنكار منكر إلا لإنكار منكر من دعي إلى أولا تلبية الدعوة إلى العرس واجبة إلا إذا كان في مكان العرس منكر فإن كان يستطيع إنكاره تعين عليه أن يذهب وأن ينكر أما إذا كان يعجز عن إنكاره فلا يذهب وهو معزور بعدم إنكاره عملنا كده حل وسط أحياناً يكون عدم التلبية تحدث قطيعة رحم وشقاق نقول له تذهب وتقف من على الباب مبروك سلام عليكم تعرفين الوضع ده لا يناسبني فربنا يوفاكم سلام عليكم يبقى كأنه جمع بين الحد الأدنى الذي تتحقق بي صلة الرحم واعتزال الباطل وقد يقول تعرفين إن أنا لا أقر مثل هذا ولا أجيزه فلا تحرجوني أسأل الله أن يغفر لكم وأن يوفقكم إلى عدم معاودة ذلك في المستقبل فجمع بين صلة الرحم من ناحية وبين عدم مخالطة هذه المناكر في آخر حلقة في تفسير شرط الفرقان أمس والذين لا يشهدون الزور في تفسيرها قولان أي شهادة الزور الكذب على الناس أو مجالس الزور مجالس اللهوة والغناء وشرب الخمر ومجالس الباطل لا يشهدون مجالس الزور وهذا أرجح لأن الله بعدها قال وإذا مروا باللغو مروا كراما إذا تصادف أن مروا بهذه المشاهد الباطلة لا يجلسون ولا يتخوضون مروا كراما ابن مسعود مر في مجلس لهو فمر ولم يجلس فقال لقد أصبح أو أمس ابن مسعود كريما وإذا مروا باللغو مروا كراما اللهم اهدنا سواء السبيل وقد عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين